سجون سرية ومختطفون بلا جريمة خلاصة تقرير حقوقي تحدث عن معتقلات غير قانونية في اليمن تحولت إلى ظاهرة عنف خطيرة لا يجب السكوت عليها قال التقرير الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف إن ظاهرة السجون السرية في صنعاء والتي تتبع ميليشيا الحوث وصالح أضحت منتشرة حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية حيث كشفت منظمة سام عن وجود معتقلات في عدن والمكلة تدار من قبل قوات الحزام الأمني بعدا وقوات النخبة الحضرمية وهي قوات تشرف عليها دولة الإمارات يتم القبض على المتهمين بحسب التقرير من دون أوامر قضائية وبأوامر مباشرة من تشكيلات عسكرية إماراتية تعمل وفق التقرير خارج نطاق السلطات المحلية ويتعرض المعتقلون للضرب والتعذيب باستخدام الكلاب المدربة والأسلاك الحديدية وتعرية بعضهم وإخضاعهم للإعدامات الوهمية تم التصفية بعض المعتقلين كما يقول التقرير الذي وثق 45 معتقلاً ما يزال بعضهم محتجزاً منذ أكثر من سنة ونصف بحجة عدم وجود سلطة قضائية رصد التقرير ثمانية معتقلات في عدن منها معتقل تابع لمعسكر الحزام الأمني وثاني قرب المقر الرئيسي للحكومة الشرعية وآخر تابع لمحافظ عدن السابق بالإضافة إلى معتقلات أخرى في المكلة وسجن أنسي حديثاً في سقطرة تثير تلك السجون السرية تساؤلات كثيرة عن طبيعة عملها وعن أهدافها فيما تطالب بعض الجهات الحقوقية الحكومة الشرعية بإغلاق تلك المعتقلات وسرعة تفعيل المؤسسات القضائية